الفصل السادس عقبة والدعوة الإسلامية من قصة عقبة بن نافع اعداد أستاذ ياسم محمد نجيب بتبدأ أحداث الفصل بعودة عمر بن العاص إلى مصر بعد رفض الخليفة عمر بن الخطاب فتح إفريقية في نفس الوقت اللي عاد فيه إلا بقى أنه أمر عقبة رضي الله عنها بقى أن يقيم في برقة وده كان لعدة أسباب أولها علشان يعلم المسلمين فيها أمور دينهم بالإضافة علشان ينشر الإسلام بين الذين ما ذالوا على وسنيتهم بالإضافة إلى أنه حتى يحيي شعائر الدين في برقة كانت السنوات التي قضاها عقبة في برقة وصفت بأنها سنوات تعليم وتثقيف وخبرة وتجارب تمكن عقبة خلال تلك الفترة التي قضاها في برقة بأنه يعلم البربر قواعد الدين الإسلامي وشعائره بالإضافة إلى أنه تمكن من اكتساب خبرة واسعة وعميقة بكل أحوال البيئة البربرية أقام عقبة في برقة أربع سنوات نشر خلالها تعليم الدين الإسلامي نتيجة لنشر عقبة تعليم الإسلام أسلم على يديه كثير من البربر بالإضافة إلى أنه تعلم البربر اللغة العربية ليتمكنوا من ترطيل القرآن وفهم معانيه قضى عقبة حياته في كونه رائدا دينيا وألف الحياة ما بين البربر وأحبهم وأحبوه ولبيرتد أحد منهم عن الإسلام ظل عقبة في برقة أربع سنوات من سنة 23 هجري إلى 27 هجري أما أهل ترابلس فنقضوا عهدهم وارتد عدد كبير منهم بعد إسلامهم ورفضوا دافع ضريبة الدفاع المفروضة عليهم بمجرد عودة عمر بن العاص لمصر تغيرت أحوال الدولة الإسلامية بعد تولي عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأجرى عثمان بن عفان بعض التغيرات في الدولة كان من ضمن هذه التغيرات عزل عمر بن العاص من ولاية مصر وتعين عبد الله بن سعد بن أبي الصرح واليا لمصر أراد عبد الله بن سعد إثبات جدرته للخليفة فاستأذنه في مواصلة الفتوحات التي بدأها عمر وفتح إفريقية بالنسبة لعثمان بن عفان تروى قبل الرد على عبد الله بن سعد واستشار كبار الصحابة والتابعين فأيد كبار الصحابة والتابعون مواصلة الفتوحات وشجعوا على إتمام ما بدأه عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهاية الفصل ونتمنى لجميع أبنائنا كل التوفيق ونتمنى الشرفون باشتراككم في القناة ترجمة نانسي قنقر